رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان يبكي متأثرا برساء القياد في جماعة الأخوان المسلمين محمد البلتاجي لابنته أسماء خلال لقاء تلفزيوني بأحدى القنوات المحلية التركية بكى أردوغان مشيرا إلى أن صورة أبنائه قد مرت بذهنه أثناء سماعه للرسالة وقال لقد مررت ببعض ما جاء برسالة البلتاجي لابنته أسماء بحكم عملي وانشغالي شديد في إحدى المرات علقت ابنتي ورقة على باب غرفتي كتبت فيها هل منحنا ليلة من وقتك؟ يشار إلى أن أسماء ابنة القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الأخوان المسلمين في مصر كانت قد قتلت خلال فضل قوات الأمن لاعتصام ميدان رابع العدوية اشتركوا في القناة